بداية اذا انا بدي احرف كيف استعلم عن طلب دعم التكميلي او طلب دعم عمال مياومة اول اشي راح اروح على جوجل راح يجيني نموذج للتظلم انا ما بدي ايا راح اروح على الثلاث شحطات لعليسار اختار الصفحة الرئيسية كما مرة راح اروح على الثلاث شحطات لعليسار واختار تسجيل دخول بحط الرقم الوطني بحط كلمة المرور اذا ما كنت عارفة الرقم الوطني بكلمة المرور بعمل نستيد كلمة المرور برجع برجعني بحكي لي ادخل رقم الوطني وادخل رقم الهوية بعمل تعديل لرقم الهاتف بحط الكود للمرئي بيجيني برسالة نصية على الموبايل ايش هي كلمة المرور الجديدة انا ما بديها هون دي ارجع راح اعمل تسجيل دخول بالرقم الوطني بكلمة المرور اللي انا وصلتني على الرسالة او اللي انا حافظها وبعمل دخول راح نلاقي انه في اكتر من طلب لدعم عمال مياومة برنامج تأمين دعم طاقة ملف تغيير كلمة المرور راح اروح على اخر خيار اللي هو استعلام عن حالة الطلب واعمل دخول راح يجيني حالة الطلب وشو وضعه هل هو برنامج دعم نقدي برنامج دعم خبز متى ارسلته تاريخ التقديم حالة الطلب هل انت مؤهل او غير مؤهل فمثلا برنامج الدعم النقدي تاريخ طلبه وحالة الطلب وايش بعطيني سبب الرفض ولو نقرت على عرض راح يجيني ايش هو السبب اللي رفضت عليه نفسي ايش لدعم عمال مياومة مرسل والتاريخ وحالة الطلب وبعمل عرض بيجيني وضع الطلب لو بدي اقدم شكوة او تظلم راح انقر الضغط هنا راح يرجعني على موذج للتظلم ورح احط ايش السبب اسمي وبعطي الطلب وبعمل له ارسل ويعطيكم العافية